بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين الإمام البخاري محدث كبير وكذلك فقيه عظيم مجتهد له فكر واضح جدا في طريق التنصيق وتبويبه للجامع الصحيح طيب إذا احنا تصفحنا الجامع الصحيح الحقيقة رأينا عجبة على سبيل المثال في بداية الجامع الصحيح وإحنا هنطلع كده رحلة بسيطة نبتدي نشوف بداية الجامع الصحيح موجود فيه موجود فيه إيه؟ ففي أوله لما نيجي نفتح الجامع الصحيح للإمام البخاري بنجد إنه رحمه الله تعالى يبدأ كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبعد كده جاب الحديث التالي حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير شوف الإمام البخاري هنا قبل ما نعرض الحديث اللي هو أول حديث استهل به في الباب بتاع كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حدثنا أي حدث الإمام البخاري الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير معنى كده إنه التقى به الإمام البخاري الكلام اللي إحنا كنا بنشرح فيه أمس وهو إنه كان يشترط إن الراوي يكون سمع التقى بشيخه وسمع منه الحديث مش المعاصرة فقط يعني الإمام مسلم بيشترط المعاصرة الإمام البخاري وهو قبله وأستاذه اشترط المعاصرة واللقاء وملازمة التلميذ لشيخه أو الراوي لمعلمه وشيخه فهنا الإمام البخاري بقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير بقى هو التقى به وتتلمز على أديه وروى عنه الإمام البخاري قال الحميدي حدثنا سفيان إذن الإمام الحميدي التقى بسفيان وروى عن سفيان قال أي سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يبقى كذلك الراوي يحيى بن سعيد أو أخذ منه سفيان أخذ من يحيى بن سعيد وهكذا قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقما بن وقاص الليثي يقول وهكذا السلسلة كل راوي بينئل عن شيخه هو استمع وأخذ عن شيخه إلى أن يوصل إلى الصحابي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلقما بيقول سمعت عمر بن الخطب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى نهاية الحديث الشريف الحقيقة إنه ابتدأ الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح بموضوع بالباب يعني كان بدء الوحي ولم يكن اختيار الموضوع ده اختيار من قبل الإمام البخاري إنه اختيار عشوائي لا لأنه في هذا الابتداء حكمة دقيقة جدا بتدل على جلال عقل الإمام البخاري عقله دائل لكله نظام منظم جدا ومرتب جدا والإمام البخاري عنده بعد نظر لما يبتدي الكتاب بتاعه ببدء بالحديث أو بأحديث الخاصة واللي بتحكي واللي بتثبت كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت إنه يبتدي بهذا الباب فيها إشارة إلى معرفة الإمام البخاري بطرائق الاستدلال يعني إزاي بيستدل على موضوعه اللي هو بيقل فيه قبل ما يشرع أو قبل ما يبدأ في ذكر تفاصيل الكتاب كمان بيدل على قدرة الإمام البخاري في تأسيسه لمناهج التأليف إنه مش تأليف كده والسلام بيجمع أحديث النبي يعني مش بيقلف كتابه يجمع الأحديث وفقط الحديث الصحيح فقط لا مش إنه هو بيجمع الأحديث ويبتدي بأي حديث دونما نظر إلى ترتيب أو تبويب مطلقا لقد كان لدى الإمام البخاري فهم وترتيب مقصود هو عايزه من خلال موضوع الحديث الشريف كان بيفهم الحديث كويس جدا ويطلع ما فهمه والفقه الذي فهمه من هذا الحديث الشريف ومبدأ الكتاب ونهاية الكتاب والتنظيم داخل الكتاب الجامع الصحيح بيدل بدقة على المنهجية الشديدة اللي كان خطها الإمام البخاري لنفسه فبيؤكد على منهجه العلم الدقيق والعجيب إنه في هذا الزمان المبكر في التاريخ الإسلامي يصل هذا الإمام العظيم إلى هذا الترتيب المنظم في غاية الدقة اللي أبهرت مش بس علماء المسلمين من العرب وحتى من الغرب منهج الإمام البخاري المطبق اللي استقرأوه من خلال صحيح الجامع الصحيح اللي أثر دهشة العلماء والمحققين لأن الإمام البخاري في هذا الكتاب العظيم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه حتى اسم الكتاب نفسه يدل على منهجه الذي ارتضاه في هذا الكتاب والذي هو ماشي على أساس حتى اسم الجامع الصحيح نفسه الاسم الكامل بتاعه بيدل على طريقة الإمام البخاري التي سلكها في صحيح وبما إن الكتاب الجامع الصحيح بيتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتكلم يعني الكتاب ده بيتكلم عن أحاديث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لذلك فإن أول ما يجب من المقدمات هو إثبات نبوة صاحب هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان بدء الكلام عند الإمام البخاري ببدء الوحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي والرسول الخاتم فكان لابد إن يقدم الإمام البخاري ودي طريقة إحنا بنعرض طريقة الطريقة اللي أقدم بيها لأنه بيقدم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول ده أحاديث الرسول النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان فقدم للأدلة على نبوته وبدأ يعرض الأدلة على صدق نبوته كبيان للناس جميعا وفي نفس الوقت تعليم لأهل العلم كيف ينظمون تأليف كتبهم على أساس منهج منظم مرتب وهو ده بالضبط اللي عمله الإمام البخاري في هذا الكتاب حيث وفي هذا الباب كمان لأنه ساق الحاديث التي تصف بدء نزول الوحي واللي فيها بقى شهادة أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وشهادة ورقة بن نوفا له ووصف حاله عنده نزول الوحي الشريف عليه وشهادة قومه له بالصدق في حديث هرق وإحنا هنشوف هنعيش مع جانب منها قليل من باب إزاي نشوف طريق التطبيق الإمام البخاري لمنهجه الدقيق في الجامعة الصحيح بعد ذلك إن شاء الله تعالى ثم جعل الإمام البخاري أول حديث في هذا الباب حديث النية طب ده حديث النية ده ملوش صلة بموضوع بدء الوحي يعني من جهة الموضوع مختلف بدء الوحي حاجة والحديث الخاص بالنية موضوع تاني لكن الحقيقة إن الإمام البخاري ابتدى بحديث إنما الأعمال بالنيات تيمنا بهذا الحديث وبردو بيان منه وهو صاحب فقه وفهم كبير بيان منه إلى ضرورة وجوب تصحيح نية الإنسان قبل الشروع في طلب العلم وحتى في طلب العلم أو في تعليم العلم أو قبل الشروع في صنيع الإنسان لأي شيء عشان يبقى مجرد كده خالص كده من الشوائب يكون خالص لوجه الله الكريم فابتدى به أيضا لهذا الأمر وللإشارة إلى إن الإمام البخاري نفسه لم يشتغل بتأليف الجامع الصحيح إلا بحضور نية خالصة لله تعالى وليكون حديث إنما الأعمال بالنيات زي المقدمة كده له بين يدي كتابه الجامع الصحيح لأنه ما كانش من عادة المؤلفين في القرون دي أو في هذا الزمن المبكر إنهم بيعملوا مقدمات للكتب ما كانوش يعرفوا الموضوع ده وما كانوش من عادتهم إنهم يعملوا مقدمات لكتبهم التي كانوا يؤلفونها لكن الإمام البخاري عليه الرحمة والرضوان جعل حديث إنما الأعمال بالنيات زي المقدمة لكتابه وعمل كمان أو قام بذلك الإمام البخاري لأنه عمل بما تعلمه ومما سمعه أو عمل بقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام جليل سمع من سفيان الثوري وهو من أجل شيوخه وكان عبد الرحمن بن مهدي عنده مسألة فهم الحديث الشريف أمر مهم جدا ليس فقط جمع الحديث يعني كان يعني إن اللي بيجمع الحديث يكون على فهم بالحديث الذي يجمعه كذلك وتأثر أو كان من أقواله اللي تأثر بها الإمام البخاري قوله قول عبد الرحمن بن مهدي من أراد أن يؤلف كتاباً فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وفي جعل الحديث في موضع المقدمة هكذا فيها إشارات كتيرة فيها إن الإنسان يعني لا يقدم كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخلص من أن يبدأ بكلام من عنده كتاباً خاصاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيقول إيه في المقدمة ويبدأ ده كتاب في الحديث خالص في الحديث في الحديث الصحيح فما يقدمش كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبدأ بهذا الحديث تأثراً بهذه الكلمة التي سمعها وفي ذات الوقت بألا يقدم البخاري كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليماً كثيراً ورحم الله تعالى الإمام البخاري اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدين الكرام في كل مكان مرحبا بكل جمهورنا العزيز الغالي وسريعا نذكر باسم صفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمرة دلوقتي ناخد على طول الأسئلة عشان الوقت بسم الله الرحمن الرحيم أستاذة أستاذة مهة أهلا بي حضرتك يا دوب أهلا بيك يا أستاذة مهة أنا سعيدة جداً أتكلم حضرتك أسعدك الله في الدارين يا رب تفضلي فاني أنا عندي من حضرتك طلب وسؤالي تفضلي فاني يا رب فاني خليك يا فاني أول طلب أنا كان شرفت إن أنا قدلت حضرتك تقريباً الكلام ده من عشر سنين أنا والدتي الله يرحمها في ندوة يعني جليلة لأنتها لحضرتك وتشرفت إن أنا سلمت عليكي وحضرتها بطراحة كان من ساعة أنا كنت صغيرة شوية بس من كتر حب والدتي فيكي فأسألك إن أنت تدعي لها بالرحمة واخفرها هي والدتي حاضر اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها اللهم أمين يا رب العالمين حضرتك بتقولي ندعي لها وندعي لمن؟ لوالدة الله يرحمه لوالدك ووالدتك كل أمة المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا جعلنا أهلاً لقبول الدعاء والسؤال تفضلي حضرتك السؤال أنا عندي أمنيا ويعني نستي نعبنى حق أهالي كتير قوي نصحني بكورت ياسين أنا غضب على قرية كورت ياسين وناس كتير نصحتني بكورة البقرة وبرضو قالوا لي صورة الأنبياء في تحقيق الأمنيات فأنا حقيقي مثلها بطاني يعني طبعاً أنا نفتي أرهم كلهم بصعي تعرف أن دي الوقت بيبقى خلال اليوم يعني الوقت صعب لأنا أرهم كلهم تعيز حاجة تقرأيها لتحقيق شيء يعني أمنيتي أه فعلاً أو تفريج همي يعني صورة حضرتك تنصحني بها موظبطة لأمنيتي وتفريج همي السؤالي الثاني إزاي حس أن ربنا متقبل خلطي ودعي يعني طبعاً عارف أن ربنا شايفني وتمعني بس إزاي قطار شعر فعلاً أن كلامي أو دعائي ما أهمه على ربنا وأنا أسفة جداً حتى من وقت حضرتك تفعيداً نكلم تكلم أنا أسعد أسعد يا أسازة ما وغفر الله لوالديك ولجميع أبائنا وأمهاتنا اللهم آمين معانا هدى أستاذة هدى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى أهلاً بيك يا أستاذة هدى أسم الله أني أحبك في الله أحبكم أنا كذلك في الله صحيح أنا مش شايفاكم بس يعني أمين يا رب أنا مش شايفاكم بعناي لكن شايفاكم بقلبي ودي حقيقة ربي شاهد يعني شاهد يبركلك أولادك وصحتك يا رب سبحانه وتعالى أمين 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 تفضلي كنت عايزة أسأل حضرتك يعني إيه أفوق ذلقر لله حاضر بمعنى إن أنا لو أنا كل المعطيات اللي قدامي بتقولي إن النتيجة إن النتيجة إيه؟ تسريها على الله أوضح لحضرتك أكتر ايه تفضلي بنتي جاي لها ريس مرتبه وما يفتحش بيه والظروف مش هتبقى كويسة معيهم وكل الناس بتقولي إيه سيديها على الله هل أنا لم هل ده صح؟ تمام لكن هو في نفس المستوى الاجتماعي هو بنفس المستوى الاجتماعي لكن هو كراتبوز الراتب ضعيف إنه يقدر يفتح البيت بس بنوع ما شقة يعني بمساعدتها ومساعدتها يعني هي تشتغل وتساعده؟ هي بتشتغل وتساعده وهي بتشتغل ولا بتشتغلش؟ هي بتشتغل وهي رأيها إيه؟ هي موافقة بس أنا شايفت يعني هي مظلةة يعني هي إيه فقط؟ بتقوله في قدوم جديد وقفة كده إن هي إن هي مصرفة؟ يا أستاذة هدى صوت حضريك بتقولي هي مصرفة؟ أي أستاذ لا ما هي بقى لا يعني ده مش وقت إسراف خالص في هذه الأيام إنسان على طول بقى خلاص الإنسان بينتبه لكل شيء الآن يعني اللي كان عادة الإنسان بيعمله قبل كده هيتغير دلوقتي طب لكن الولد ما فيش أي مآخذ لخلقية ولا شيء الإنسان كويس جدا إنتوا قريبين من بعض في الوسط الاجتماعي والثقافي وكل حاجة هي العيلة مسألة الراتب وإنه عشان يتفتح البيت لازم الزوجة تساعده أو إذا تزوجته يعني في المستقبل تمام حاضر يا أستاذة هدى فهمت حاضرتك شكرا أستاذة شايماء أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتورة نادي أنا أحب حضرتك جدا يا سيتي ربنا يبرك لنا في حضراتكم وأحبكم الله الذي أحببتني فيه ربنا يجمعنا كلنا على منابرة من نور يوم القيامة بهذه المحبة وعلى هذه المحبة سيتي دكتورة أنا جوزي اشترى شقة قبل التقصيب تمام على ثم واللي بعده الشقة قبل ما يكتب معها العقد فرّجوا يعني شكل كده قال له هتسلمك على الشكل ده بقى سلمه يعني بحاجات أقل يعني الخامات اللي اشتغل بها في الشقة لا ما عليش يعني هو قال له أنا هتسلمك على الشكل ده هل يتحدد لا في العقد ما كانش متحدد يعني مثلا متشطبة مش متشطبة ما قالوش لا هو مشطب بس يعني الدهان مثلا يعني ايه مش نفس المستوى يعني حاجات خامات أقل بكتير من اللي كان أقول له عليها بس في أصل العقد ما كانش هناك اشترات في النوع لا بس الاتفاق بالكلام إن هيسلمه على النموذج ده وسلمه نموذج أقل يعني النموذج اللي ورهوله كان من بره كله حجر اللي سلمهوله لا من بره دهان عادي خالق فقال لك التكلفة ما هو كان يجب تحديد المطلوب في العقد عشان ده ما حصلش وهو أتعامل معاه بسقة فلما استلم استلم منه هل هو قالو أنواع معينة هيستعملها هو ما استعملهاش؟ أه وله هو كلام مطلق كده إحنا هنسلمها لك تسليم كويس لا قالو هتاخد نفس النموذج ده هم يعني عمرتين جنب بعض قالو هتاخد الشقة دي زي دي بالظبط آه فهو لما استلم آه ولما قالو ليه عمدت كده هي نفس النموذج بس مستوى المواد ده أقل آه أقل فلما قالو أنت ليسا نلمتيني كده أنت مكنتش متفق معايا الاتفاق ده قالو الخامات كلها غلط والسعر كمان اللي أنا متفق معاك عليه هزوده 80 ألف جنيه يعني كان متفق معايا على مبلغ 980 ألف قالو هنضيف عليهم كمان 80 ألف قالو بس احنا كتبنا العقد خلاص بالسعر 980 قالو لأ أنا هضيف كمان 80 إزاي مش في عقد ولاي؟ في عقد بس هو قالو الأسعار غلت لو مش عقدك ارجع في البيع وقطع العقد يعني اللي بيبقى له قالو كده لو مش عاجبك مش هتقدر تعمل حاجة يعني مش هتقدر تاخد مني حاجة خد المؤدم اللي أنت لفعته طيب السؤال يا أستاذ الشايماء أنا فهمت السؤال السؤال بقى أن جوزي صاحبه قالو الفكرة دي بس أنا طبعا مستحرمها جدا وجوزي برضو مستحرمها قالو هو كده كده مش بيكتب هو أخد منك كم كل شهر مش بيكتب الفلوسفى أنت وصله 980 بتوعك وهو مش هياخد باله أنت وصلت له كم والتمانين اللي هو عايز يزودهم عليك اخسنهم منه وقوله أن انت بدا تهمله هو بينسى طيب أنتو كده يعني كمان مش متحدد في العقد الأقصات إيه متحدد كل حاجة بس هو يعني الراجل عشوائي شوية هو طبعا شغله يعني ما شاء الله ازاي هو ازاي متحدد وإحنا بندفع وهو الصديق ده بيقول لزوجك ما هو الصديق ده وسط مابين لتنين يعني هو كان الوسط مابين لتنين لا بس حضرتك قلت فيه عقد والعقد مكتوب فيه الأقصات العقد مكتوب فيه مش بيقيد عنده في العقد بتاعه هو أخد إيه وما أخدش إيه هو بيصك قوي في صاحب جوزي ده هو برضو بيصك فيه قوي فصاحب جوزي ده الأولوية الجوزي فقال له أنا عارف إن أحمد صاحب الشقة مش بيقيد أنت دفعت له إيه أنا هقول له أن انت وصلت له المبلغ كامل بحس أن انت لما تدي له فلوسه كلها يبقى هو كده ما خدش التمانين الزيادة اللي بيزودهم عليك بأخد فلوسه بس هو بيدها له كاش مش تحويل بنكي يعني بيدها له كاش في إيده هو حتى الثاني مش بيعد الفلوس بيرمها كده في العربية فهو ما خدش باله يعني عايز أقول لحضرتك إحنا استلمنا الشقة من أسبوع وهو ما خدش باله إنه هو لسهله فلوس بس إحنا ما بيننا وما بين ربنا طبعا إحنا عارفين إنه هو لسهله فلوس فإحنا مش قابلين إنه إحنا ناخد وفي نفس الوقت هو لو خدهم يبقوا دول زيادة يعني عن حقه المتبقي لهذا البائع فلوس اللي هي الأصلية المتفق عليها لسه فيه شوي مش التمانين دول ده اللي أصدق تقولي شكرا أنا فهمت السؤال شكرا إيه أستاذ الشيما معنا أستاذ فاطمة عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إزايك دكتور الحمد لله الحمد لله والله إحنا بنت خدوكي واشتفدنا منك كتير الحمد لله رب العالمين أحبك الله الذي أحببتمونا فيه إسرإطلاق ولو صحتي يعني فيه وحده هي على زمي جوزي يعني شين مع بعض بس هو مش مهزف يعني هينفع هي تطلق علي الورق بس علشان تخد معاكش وارجها بس هي معها يعني يعني زروف صعبة أكتر مما تتخيلي يعني هي عايزة يطلق بس عند المقزون وبعد كده هو بقى يروح يعني يبقى إيه؟ هيرجعوا يعني هيرجعوا مع بعض عادي بعد ما كتب عند المأزول إنه طلقها آه علشان بس تاخد المعاش تبدأ إيه يعني ينفع إزاي عشان تروح تاخد المعاش الظروف صعبة 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 هي صعبة على الجميع نفسه الله السلام لكن يعني ما يخليش الإنسان يحتال تمام؟ هرد عليك يا أستاذ زفر حاضر هنطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ فيه الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى وفتحه أهلا وسهلا بحضراتكم كان أختنا الفاضلة بتسأل الأستاذة مها لما يكون الإنسان عنده أمر عايز يسأل الله قضاء الحاجة فيه هل يقرأ البقرة ولا يقرأ ياسين ولا يقرأ الأنبياء يعني عموما إذا بنقرأ القرآن عموما ونسأل الله بحق هذا القرآن العظيم ونسأل الله ما نشاء الأمر يعني ما فيش منه مانع ولكن طبعا هو ورد في فضل صورة ياسين وهي حتى من الأثار الوردة في حديث مرسل عن عطاء إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من قرأ ياسين صدر النهاري قضية حوائجه ورد هذا وجاء هذا الأثر وأيضا من المجربات من العلماء والعارفين إنهم كانوا بيقروا صورة ياسين ولما يبقوا فيه شيء بقى عايزينه بإلحاح يقرأوا ياسين سبع مرات مع حسن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله قضاء حوائج أصحابها بالنسبة الإنسان إزاي يستشعر إنه دعاءه مجاب أو إنه صلاته كذا أو إنه بتوجه إلى الله بدعاء أولا يعني الإنسان إحنا من نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بسائر العبادات والطعاد لابد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وهو يسمعنا جل جلاله أرحم بنا من أنفسنا وأرفق بنا من أنفسنا فنحسن الظن مش على طول خشف للتجاه التاني لا ده ما بتسمعش دعاء لا دهنا دعاء لا يجاب لا الله سميع قريب يجيب دعاء الذي يدعوه فأنا أحسن الظن بالسميع القريب المجيب جل جلاله وبعدين كنوا نوفقني جل جلال الله وفقني للدعاء ده توفق كبير جدا لأن الدعاء عبادة وطاعة الإنسان بيتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فالإنسان على طول يتوجه إلى الله بالدعاء وبعدين أنا لما ألازم هذه العبادة وأتوفأ أني أقول دعاء معين يبدأ من توفيقات الله سبحانه وتعالى للعبد ودي إشارة بسماع الله إياه وإشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى لأن المقام بتاعي أنا أعد أعمل أنا في عبادة الله عرفت أن عبد فقير محتاج إلى المعونة الربانية فتوجهت إلى ربي ورفعت يدي أسأله من خيري الدنيا والآخر فعلمت أني عبد فقير أحتاج إلى عطاءات ربي فدعوته سبحانه وتعالى ورجوته جل جلاله فأجاب دعائي إجابت الدعاء مش زي ما أنا عايز إجابت الدعاء تصرفها وفق حكمتي سبحانه وتعالى جل جلال الله بالنسبة لي الأستاذة هدى بتقول يعني أن الواحد يتوكل على الله أو يفوض الأمر على الله يعني هي بتقول أن البنت جالها عريس الولد هم متكافئين من الجهة الأسرية لكن مش متكافئين من الجهة المالية وبنتها بتشتغل ومش هقدروا يفتحوا البيت لو هو يعني جاءه وسألوا أنه أو هي جت لهذا الخاطب وقالت له أن أنا حساعدك في البيت وأنها تفتح معاه البيت أي أمر الإنسان بيبدأ عليه أن يبدأ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيبدأ ذلك بإيه؟ يبدأ ذلك بأنه نستخير ونعلم بعض الاستخارة الأباء والأمهات يعلموا الأولاد حتى منذ صغرهم اكتبوا لهم دعاء الاستخارة كده يبقى عندهم أنا بعمل أي حاجة أستخير والاستخارة معناها دعاء استعانة أنا أستعن بالله سبحانه وتعالى وأسأله من خير الدنيا والآخرة فبسأله طريق اللي أنا عايز أخده ده إن كان خير يسره وإن كان شر صرفه واصرفني أنا كمان عنه وإن كان خير يسره لي ويسرني له فأنا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستخارة من السنة نحن نتوضى ونصلي وبعد الصلاة بعد ما نسلم ندعو بدعاء الاستخار كنت في عجلة من أمري وعايز أقول الدعاء بس ما فيش مشاكل نقول الدعاء لكن الصورة الكاملة إن الإنسان يتوضى ويصلي ويدعو به دعاء الاستخارة وأقدر أعلم ولادي كده وأعلم نفسي كمان أو نذكر أنفسنا بيئة دعاء إذا كان هناك قبول مبدئي وإذا كانت هناك بعض الاتفاقات اللي ممكن هذا الخاطب يقوم بيها وإذا كان فيه هناك الأمور بتمشي معنا ناخد بالأسباب ندي فرصة للبنت وندي فرصة للولد وفي نفس الوقت حتفهم البنت الوضع إزاي وأبوها لازم يشترك مع حضرتك في هذا الكلام على أساس إنه يبقى الاختيار حنجد كده الأمور إما بتمشي إنها بتسير أو إن الأمور بتوقف لو حسيتي فعلا إن الفارق ربما يؤدي إلى مشاكل فيه ما بعد فتقدري إنك حتتناقش مع بنتك وتفهميها الوضع لا هي حتتعاون والأمور حتمشي بالتعاون بينهما وهي تقبل ذلك مش بتصرع عشان ما يبقاش فيه مشاكل توقف الحياة بعد كده لكن الغالب في الشباب الآن إنه بيبقى فيه نوع من التعاون بين الزكور والإنس في هذه المسألة أو بين الأزواج والزوجات في هذه المسألة لكن هي الغالب من جهة العادة أو العرف لكن في بعض الأماكن لا تقتضي مش يواجب عليهم لأنه الأصل إنه الرجل هو الذي يقوم بكل شيء لكن في بعض الأوساط والبيئات والأعراف بتكون هي الطيبة حاكمة في ذلك الناس بتتعاون مع بعض لكن إحنا كل ده بنقول نصائح لكن يبقى أن إحنا نستخير نسأل كويس نشوف ندرس الأمر إذا كان مش هيؤدي إلى مفاسد في المستقبل أو إلى مشاكل نبتدي ناخد الموضوع شوية بشوية يا صاحبة السؤال ولما جاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وأرشده عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل يعني الإنسان يعمل اللي عليه في عالم الأسباب مع صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى اللي بيدبر كل شيء وبيسخر لنا كل شيء بل الإنسان ياخد بكل الأسباب اللي من ضمنها حسن التفكير هل حتستقيم الحياة بنتي بظروفها دي وهذا الخاطب بظروفه دي ولا لن تستقيم والهوى ما يدخلش إنما التفكير الحر اللي بعيد عن الأهواء إن تفكير الحر اللي ياخد بأيدينا إلى القرار المنضبط ده حسن التوكل على الله إن الإنسان ياخد بالأسباب المتاحة بالنسبة له صاحبة السؤال الأستاذة شيماء زوجها اشترى شقة بالتقصيد أو على تقصيد لمدة سنة وبعد كده واضح إن العقد يعني أنا من السؤال بتاع حضرتك إنه يجي وإنتوا كتبتوا العقد والعقد مكتوب فيه القصد بيتخصم إزاي وقدر القصد كل شهر ما هو أكيد واضح في العقد أنتوا بتديته في شهر كام وحتنتهوا في شهر كام لكن حكاية التلاعب دي يعني هتبقى عليكم يعني كان يجب أولاً كان يجب تحديد ما سيتم بعد كده خلال السنة بالتفصيل في العقد طيب أنا دلوقتي لو تلاعب صاحب الشقة ده في مواد التشتيب هو آثم ويأثم على ذلك إلا لو إن زوجك سمحه وبخصوص تمن الشقة إحنا بننصح بالوضوح والشفافية والوفاء بالعقد زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيه كتاب فلا يفعل ذلك الصديق النصح فلا يفعل اللي هو بيشور به إنما الوضوح والشفافية مع وجود أهل الحكمة ومحامي ماهر عشان نوصل لاتفاق في هذا الأمر العقد محدد بعدد أشهر معينة بأقصد محددة إزاي يعني هيتلاعب في ذلك الأمر فأرجو أنتوا معاكم عقدوكم العقد ده ملزم على الجميع يا صاحبة السؤال نرجع لمحامي أفضل عشان ما نرتكبش شيء وبعد كده نندم عليه الأستاذة فاطمة بتقول إن فيه واحدة عايزة تطلق من زوجها أو هي على زم زوجها يطلقها على الورق بس بعد كده هم حيعيشوا مع بعض عادي عشان تاخد المعاش بتاع والدها يعني لا يجوز هذا الأمر لا يجوز هذا الأمر من منطلقات كثيرة لا يجوز لأنه ده مخالفة لولي الأمر وفي نفس الوقت أنت دلوقتي يكتب إنه طلقك يا خبر بيض ده إحنا كده كأننا بنلعب بالأحكام وبعدين أروح أاخد شيء مش من حقي حيقول آه لا ده أصلنا الظروف دلوقتي لم أرى يعني أنه أحد من أهل العلم تساهل في هذه المسائل أنا باخد الفلوس دي عشان أنا بحتال عشان أخد الفلوس دي اللي أنا أنصح به أهل الخير بالمساعدة والمسندة عشان نخفف عن الناس خدر الطاقة وما يلجأوش لمثل هذه الأمور الملتوية واللي فيها احتيال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم يهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه